موسيقى واشنطن تعلن استعدادها العمل مع موسكو لإنهاء الصراع في ليبيا موسيقى مجموعة الدعم الدولية تشرت على لبنان حكومة إصلاح لقاء حصوله على مساعدات موسيقى مزيد من العقوبات الأمريكية على تركيا لامتلاكها منظومة صواريخ S-400 موسيقى نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس أهلا بكم أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استعداد بلاده العمل مع روسيا لإنهاء الصراع في ليبيا وأضاف بومبيو أنه ذكر نظيره الروسي سيرجي لافروف بحضر الأسلحة المفروضة في ليبيا مشيرا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع موسيقى اشترطت المجموعة الدولية لدعم لبنان تشكيل حكومة ذات مصداقية تستطيع تطبيق إصلاحات عاجلة إذا أراد لبنان تلقي الدعم الدولي وتفادي انحلال فوضويا لاقتصاده وكان قد عقد في باريس اجتماع لدعم لبنان حضره الأعضاء الخمسة الدائمون بمجلس الأمن الدولي وألمانيا والإمارات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي موسيقى أيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا لفرض عقوبات على تركيا وذلك بسبب هجوم أنقرة شمال سوريا وشرائها منظومة S-400 الصاروخية الروسية ويدخل التحرك الأخير ضمن السلسلة إجراءات بالمجلس لحث الرئيس الأمريكي على اتخاذ نهج أكثر حزما تجاه أنقرة موسيقى نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير الشرطة الدنماركية تعتقل مجموعة من الأشخاص للإجتباه بهم موسيقى أهلا بكم من جديد أوقفت الشرطة الدنماركية عشرين شخصا للإجتباه بحصولهم على متفجرات وسعيهم لحيازة أسلحة كما أعلنت السلطات أن الموقوفين كان لديهم النية وقدرة على ارتكاب اعتداء إرهابي دون أن تحدد الأهداف المحتملة موسيقى أثرت تصريحات الحكومة الفرنسية بشأن قانون المعاشات ردود فعل غاضبة من قبل المحتجين في فرنسا وكانت الحكومة قد كشفت عن الخطوط العريضة لإصلاح نظام معاشات التقاعد حيث أشار رئيس الحكومة إدوارد فليب إلى آلية جديدة ستترافق مع رفع سن التقاعد إلى 64 في الختام تذكير بأهم العناوين واشنطن تعلن استعدادها العمل مع موسكو لإنهاء استراع في ليبيا مجموعة الدعم الدولية تشرط على لبنان حكومة إصلاح لقاء حصوله على مساعدات مزيد من العقوبات الأمريكية على تركيا لامتلاكها منظومة صواريخ S-400 بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا لمزيدنا الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة